اشتركوا في القناة الكرة الاتمئنان على بعثة الفريق في كرواتيا كابتن خطيب تصل بمحمد يوسف عشان يطمن على كل حاجة في معسكر الفريق ومحمد يوسف طمنه بصورة كافية أو بصورة جيدة للغاية على حسب قول محمد يوسف قال الأمور تسير بصورة جيدة للغاية خصوصا أن معسكر أو مكان المعسكر يعد مثاليا بالإضافة إلى أن ملعب التدريب لا يبعد سوى خمس دقائق عن مقر الإقامة وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى كرواتيا أمس الأسنين للدخول في معسكر مغرق أكيد حضراتكم طبعا عارفين المدة المعسكر عشر تيام هيتخللها مبارتين وديتين للوقوف على التشكيل النهائية في عيون المدير الفني الجديد نادل أهلي كالتيرون لمواجهة بطل بتسوانا إن شاء الله يكون معسكر ناجح في كل بنوده أو في كل تفاصيله كمان أيضا محمد يوسف أسنع على ملعب التدريب وقال ملعب نموذجي للغاية وكمان قال إن هتين المبارتين إن شاء الله اللي هيلعبوها النادي الأهلي يوم ستة ويوم تسعة هيكونوا بمثابة التجهيز إزاي ما قالت لحضراتكو استعدادا لمواجهة بطل بتسوانا تتون شيب يوم سبعتاشر بإذن الله وراء مهمة جدا 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 ودائما بقول إن كل عشاء الأهلي بينتظروا هذه المباراة بفارغ الصبر يشوفوا فريقهم يشوفوا كالتيرون أول مواجهاته الرسمية مع بطل بتسوانا هيشوفوا كمان أداءه هيشوفوا أسلوبه هيشوفوا اللعيبة اندمجت معاه وللسه حاجات كتير جدا إن شاء الله كل النجاحات لكلتيرون مع النادي الأهلي في نفس الصياق أيضا يوسف وعدلي يعينان ملعب تدريب الأهلي بكروات وقلت لحضراتكم منذ قليل إن هم تطمنوا على الملعب حمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام النادي الأهلي وسامير عدلي المدير الإداري دينامو الفريق بصراحة تطمنوا على ملعب المعسكر اللي هيقام عليه تدريبات النادي الأهلي اسمه NK Bullet الذي سيقام عليه تدريبات الفريق خلال فترة تواجده بأوكرانيا والذي يبعد عن مقر الإقامة خمس دقايق وهو نفس الملعب الذي تدرب عليها المنتخب الكرواتي قبل الصفر إلى كأس العالم بروسيا 2018 أكيد ملعب كويس جدا طالما الفريق الكرواتي أقام عليه تدريباته قبل صفره لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا أبدأ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة إعجابه الشديد بالملعب زي ما قلت لحضراتكم وبالإمكانيات المتوفرة المعسكر من حيث الإقامة ووسائل الانتقالة خمس دقايق بين الفندق وبين ملعب التدريب أكيد حضراتكم عارفين يعني خمس دقايق أيضا الأهلي يواجه أولمبيا السلفيني وديا يوم الجمعة دي أول مباراة إن شاء الله هتكون يوم ستة الجمعة القادم بإذن الله يخوض خلالها أو من خلالها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة الوديا الأولى بمعسكره الأوروبي أمام فريق أولمبيا السلفيني يوم الجمعة ستة يوليو الجاري ومن المقرر أن يخوض الأهلي هذه المباراة في سلفينيا خاصة أن المسافة بين معسكر الفريق الحالي في مدينة سيفنتي مارتن الكرواتية وسلفينيا قصيرة جدا المسافة بين سلفينيا وأوكرانيا جماعة أو معسكر الفريق بيتحل أنه يتنقل بين أوكرانيا وسلفينيا المسافة قليلة جدا زي ما قالت حضاركم خمس ديال لملعب التدريب وأيضا مسافة قليلة جدا لسلفينيا إن شاء الله يكون مباراة تفي بغرضها بإذن الله أيضا في نفس السياق الأهلي يتدرب على فترتين بالمعسكر الخارجي في كرواتيا جاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي وضع خطته أو وضع خطة التدريب بتاعته أو برنامج التدريب بتاعته عايزين يعني أي مسمى يتضمن المران اليوم السلساء وغدا الأربعاء على فترتين الأولى في العشرة صباحا والثانية في الخامسة مساء حرص الجهاز الفني للأهلي بكرواتة باترس كالتيرون على تفقد المعسكر والإطمئنان على كافة الترتيبات الرجل ده جماعة شايف كل صغيرة وكبيرة ودي أهم حاجة في النجاح بصراحة يعني أنت تبقى شايف كل حاجة صغيرة وكبيرة بتهتم بأضك التفاصيل اتطمن على الترتيبات الخاصة بالفريق من أجل الخروج بأكبر استفادة ممكنة قبل بداية الموسم الجديد ومواجهة تاونشيب البتسواني يوم 17 يوليو الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هنتكلم على باترس كالتيرون وباترس كالتيرون وكل اهتمامه بأضك التفاصيل زي ما قلت لحضراتكم الراجل ما بيهزرش شفنا الجزاءات اللي خدها على أي حاجة بتحصل الراجل ماشي يعني زي طريقة العسكرية كده عايز ينجح وان شاء الله ينجح بإذن الله في نفس السياق لسه في معسكر نادي الآلي الشيخ يؤدي تدريبات تأهلية في ميران الأهلي بكرواتيا لم يشارك أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ميران الفريق الجماعي صباح اليوم السلساء والذي يقوم على ملعب قريب من فندق الإقامة في كرواتيا وجاء غياب الشيخ عن الميران بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا بجزع فيه الرجبة حيث يقضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل ده النجم أحمد الشيخ أيضا النجم باسم علي وشارك في التدريبات الجماعية للأهلي أخيرا شارك باسم علي الزهير الأيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميران الجماعي والذي يقوم في العشرة صباح اليوم السلساء على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في كرواتيا عارفين أن باسم علي قعد فترة طويلة جدا بيعاني من الإصابة لعنة الإصابات طردته كتير جدا في الدوري السنة اللي فاتت ولسه هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في التدريبات الجماعية اليوم باسم علي تخلف عن مشاركة في التدريبات خلال الأيام التي سبقت صفر الفريق بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في الميران الأول للأهلي في معسكره بكرواتيا إن شاء الله باسم علي لعيب مهم جدا جدا كنا سمعنا كلام إن باسم علي ممكن ما يبقاش في الفريق لكن باسم علي لعيب مهم جدا وإضافة قوية لفريق بس يرجع باسم علي اللي احنا عارفين هو لعيب سري لعيب السياق حراس المرمة بيؤدوا تدريبات قوية جدا مع مصطفى كمال مصطفى كمال قادة تدريبات مدرب أو تدريبات حراسة المرمة بالفريق الأول لكرة قدم بالنادل الأهلي ميران بدنيا وفنيا شقا للسنائي علي لطفي ومصطفى شبير عارفين الشريف إكرامي والشناوي إن شاء الله يلحقوا بالمعسكر قريب جدا ده أول ميران جماعي للفريق إن شاء الله مصطفى كمال يقف على حالة الحراس والحراس ما شاء الله كلهم يعني الشناوي إكرامي ومعهم شبير طبعا مصطفى شبير الصاعد ومعهم طبعا النجم علي لطفي حرصا مصطفى كمال على تدريب الحارسين على الكرات العرضية وتصدي للتسويبات من داخل وخارج منطقة الجزاء ومن منتظر أن يخد الفريق مباراتين وديتين وده اللي احنا بننوه عنه دايما إن شاء الله يوم الجمعة القادم أول مباراة تكلل بالنجاح بإذن الله طيب علشان نشوف ونعرف أخبار أكتر نروح نشوف زمنا أميل هشام من معسكر الفريق في كراتها هيقول إيه ونرجع لحضراتكم على طبع